ممكن أقوم ألعب معي؟ ماشي، بس هو مش ممنوع لعب الكرة هنا؟ بس إنهم يتبسطوا مجد أمارات علي، أنت عارف أنا لما كنتش دخلت هندسة كنت حدخل صيدلة ده شرف لا يا تنت علي صيدلة شطر جداً وبس طموحهم خليهم استعجل حبتين الطموح مش عايب على فكرة شفت؟ أنا بقوله كده يا تنت عنده حق يا حسن هو إيه علاقة هندسة بصيدلة ماشي؟ يعني دي علمي رياضة ودي علمي علوم إيه علاقتهم وبعض؟ والله حضرتك كنتي عايزة تخش إيه كلية قم وخلص عندك حق إحنا كنا غلابة قوي الزمان أهلك هما اللي كانوا بيقرروا لك أنت تدخل إيه؟ خصوصاً لو جايب مجموع كبير في السنوية العامة أنا أهلي بالنسبة لهم ما كانش فيه غير طب وهندسة وصيدلة فأنا ما كنتش بفكر غير في كده وفي الآخر كلامهم امتلع صح لا طبعاً مصح مش لازم كل الناس يبقوا داكاترة ومهندسين وبيعين أدوية نعم بيعين أدوية في كليات كتير قوي مهمة زي طب وهندسة بالزبط وإنتي عايزة تدخلي كلية إيه يا ليلة؟ وحضرتك مهتمة تعرف ليه؟ ليلة؟ ماما سيبيني أكمل كلامي لو سمحتي من فضلك أنا عاوز أسمعها، تفضلي أنا هدخل الكليات اللي على هوا ماما مش اللي أنا عايزاها يا أنجل أنت عايزة تدرس إيه؟ كاستوم ديزاين رد عليها كويس حلوة شغلات التارزي دي مش محتاجة تخشي لكلية صح؟ مهمة الجاهلة كلاهم بيقولوا كده بس ده عالم بجد عشان كده بيدرسوا أنا شايف إنه ما عنيش ثانية يا واحدة لو سمحتي عاوتزريلوا عاوتزريلوا لمي؟ أنا بقول وجهة نظري لا 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 أهموا حضرتك أنا مش محتاجة أي عاوتزهر يعني إيدي زي أخت صغيرة أخد على كلام عيلة برضو يعني؟ أنا مش عيلة المهمة العيل ما بيشوفش برضو أنهم عيلة طاهم هو أنت بسفزة ليه؟ هند لو أنا عيلة يبقى أنت تافى ليلى؟ الله يا ماما ما هي عندها حق بعدين أنا مش فاهمة وإنت قاعد بصيص لي كده ليه؟ بتصورني مثلا؟ لا أنت فاهمة هو أنت بتكذب ليه؟ مراد مش زمي بقى اللي أنت أهم ما بتشوفش هند أنت مش شفتش تربية بقى لو أنا مش شفتش بهاية ما عدتش عليك؟ ولا أنت ولا أخواتك مراد سبيني ما لكش ضعب الأشكال دي؟ بس بقى ما صحش كده إيه؟ إيه لك الأدم دي؟ من إيه اللي؟ اشتفى تبرج استفى بس يا بابا بس بس ما فيش راجل يدربينك مش لما يبقوا بنابطة أصلاً انت إيه الأدم؟ كتمي بقى حسنلي انت بكلمة كده إزاي أساساً؟ ما هو مش قالك كتمي بس يا إيه؟ لك يا إيه، أتركت إيه! أنت إيه! إن! إلهات حسن وبنات نادية مترابين كويس ودا اللي مطممني وهو إيه علاقة أنهم يبقوا مترابين كويس بفكرة أنهم يقبلوا أو يرفضوا الجوازة؟ أنا عارف إن صعبة عليهم فكرة الجواز في الأول لكن اعتقد في الأخرة هي وطنة خلاص لو أنت شايف كده يبقى ألف مبروك وعقبالك يا سيدي عقبالي إزاي بقى وإحنا متجوزين ما أنت وديتيني في ده طب والله يتصدق أنها فكرة ظريفة ما تيجين تجوز إيه المضحف اللي أنا قلت وإنا بتكلم جد في إيه رمزي إنت عارفني كويس جداً وإنا عرفاك وبرتحف الكلام معاك إحنا عندنا أهم حاجة إحنا أصحاب في إيه إنت بتتكلم جد؟ أوه بتتكلم جد وعلى فكرة أنا ست عقلة وبعرف أفكر كويس إيه بقى المشكلة؟ طب شوف يا شزا لو إنت عايزة تعرفيني كويس وما نخسرش بعض من فضلك ما تتكلميش في الموضوع ده داني ليه؟ كده هو إيه اللي كده؟ إيه خدوهم بالصوت لا يغلبوكوا ده؟ في إيه ما أنت بتسمع كويس في كل حاجة؟ إشمعنا في دي مش راضي تسمع رمزي بجد إحنا عارفين بعض كويس قوي وبنتكلم مع بعض كتير صحيح أنا بتكلم أكتر منك بس أنا برتاح لك حتى لو أنا معرفش عنك كل حاجة أحسن لك ما تعرفيش إنت أكتر حد تنطبق عليه المواصفات دي إيه بقى؟ فيه إيه نخبيه علي؟ مش عايزة تكلم مش عايزة تتكلم ليه؟ إيه؟ عليك طار؟ قاتل قاتل المسالة؟